قصة اسماعيل عليه السلام كان ابراهيم عليه السلام قد هاجر الى مصر بعد ان حلت ضائقة شديدة في ارض فلسطين وعندما عاد من مصر الى فلسطين كان محملا بالهدايا من ملك مصر ومن بين هذه الهدايا جارية كان قد اهداها ملك مصر الى سارة زوجة ابراهيم عليه السلام واسمها هاجر وكان مما يؤرق ابراهيم عليه السلام انه قد امتد به العمر ولم ينجب طفله فدع الله قائلا رب هب لي من الصالحين فقد كان ابراهيم عليه السلام يرغب بان يكون له ولدا شعرت سارة بما في نفس زوجها فطلبت منه ان يتزوج جاريتها هاجر لعل الله يرزقه بولد منها تزوج ابراهيم بهاجر فولدت له مولودا ذكرا سماه اسماعيل وفرح به فرحا عظيما كما ان حظوة هاجر لدى ابراهيم قد زادت ودبت الغيرة في قلب سارة فطلبت من ابراهيم ان يأخذ هاجر الى مكان بعيد مع ولدها استجاب ابراهيم لرغبة سارة لامر يريده الله فاوحى اليه الله ان يأخذ هاجر واسماعيل ويتجه بهما الى المكان الذي توجد فيه مكة الان وكان اسماعيل ما زال رضيعا بعد ان سار ابراهيم وطال به السير امره الله بان يتوقف في ارض خالية ليس فيها زرع او ماء انزل ابراهيم هاجر وولدها في هذا المكان المغفر الموحش وتركهما وعاد فتبعته هاجر وقالت له لمن تتركنا في هذا الواد المغفر فلم يجبها عندئذ سألت الله امرك بهذا فقال نعم فقالت اذا لن يضيعنا الله مكة تهاجر في هذا المكان المغفر تأكل من الزاد وتشرب من الماء الذي تركه لها ابراهيم هي وولدها الى ان نفد منهما الطعام والماء ولما رأت وليدها يتلوى من العطش لم تحتمل هذا المنظر المؤلم وهرولت باتجاه ربوة تسمى بالصفة لا تدري ما تفعل لعلها ترى قادما من الناس تستنجد به ولما لم تجد شيئا ركضت باتجاه ربوة اخرى تسمى المروة فنظرت فلم ترى شيئا ثم اصبحت تذهب بين الصفة والمروة سبع مرات حتى يأست واجهدها التعب عندها عادت الى مكان الطفل فرأت عند قدميه قد تفجر نبع من الماء العذب فزمته بيديها مستطاحت فشربت وسقت طفلها وادركت ان رحمة الله تحرسها اشتذبت الماء الطير ومرت قافلة من بني جرهما قرب هذا المكان فرأوا الطير حوله فأيقنوا بوجود الماء في هذا المكان وعندما رأوا هاجر قالوا لها لو شئت كنا معك نؤانسك فرحبت بهم وسكنوا الى جوارها وكبر اسماعيل وتزوج امرأة جرهمية وتعلم العربية منهم بعد ان ترك ابراهيم ولده وزوجته في مكة كان يزورهما من حين لاخر وفي احدى الزيارات رأى في المنام انه يذبح ابنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين عزم ابراهيم اعرض ابراهيم الامر على اسماعيل فناداه الله تعالى يا ابراهيم كف عن ذبح ابنك فقد وجدناك طائعا لامر ربك واخذ هذا الكبش واذبحه فداء لابنك لبث ابراهيم لبث ابراهيم بعيدا عن ولده مدة طويلة ثم عاد اليه لامر عظيم فقد امره الله ببناء الكعبة في مكة لتكون اول بيت لعبادة الله اخبر ابراهيم ولده بما امره الله فقال له اسماعيل افعل ما امرك الله وانا اعينك في هذا الامر العظيم فقام ابراهيم ببناء الكعبة بمساعدة اسماعيل وهما يرددان القول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بناء الكعبة وعلمهما الله مناسك الحج ليعلماها للناس بعد ان انتهى ابراهيم من هذه المهمة عاد الى فلسطين تاركا لولده اسماعيل رعاية بيت الله وبقي اسماعيل يرعى العهدة بشجاعة وصبر وامانة ثم اسلمها لذريته من بعده والتي منها محمد صلى الله عليه وسلم على نهاية حsc محمد صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر